ما يجري في العراق شيء لا يمكن أن يصدق وما حصل لهذا الشعب المسكين ما حصل في مكان آخر من العالم الظلم اللي يتعرض إلى العراقيين يحتاج قلوب ويحتاج صبر أكبر من صبر أيوب لكن دائماً نسأل هل نحن معاقبون؟ هل أذنبنا؟ ما هي ذنوبنا؟ هل الطبقة السياسية اللي جت من الخارج هي حاقدة إلى هذا الحد حتى ذل هذا الشعب حتى الدمره حتى تهين كرامته حتى تسرق موارده يعني احنا شفنا قبل السرقات والبوك في كل الأزمنة موجود لكن سرقة وبوك وقتل وتجويع وتشريد بهذه الطريقة ما صارت في مكان آخر من الأرض والمشكلة عندما تحدث أي منهم هو ضد الفساد وضد ما يجري ويبكي على هذا الشعب بدموع التماسيح لكن أنا شسو بالتصريحات وشسو بالخطابات إذا ما ألقي رجال وسياسيون وقادة وفي المقاعد الأولى وفي الدفة الأولى في صناعة القرار يصنعون لنا شيء إلى الحد الذي تحول مسؤولنا حفظهم الله ورعاهم إلى محللون سياسيون يعطون لنا تصورات ويعطون لنا انطباعات ويتأسفون على ما يجري وتتقاذف الكرات هنا والكرات هناك ولا تعرف أيهما يصدق وأيهما يكذب إلى الحد الذي أصبح مسيلمة الكذاب يخجل أمامهم لأنه لم يعد إلا تلميذا صغيرا ما معقول الكهرباء هذا الشعب الذي يستغيث لسنوات وسنوات وسنوات ويبكي ويثور ويطالب ويقتل بسلاح حكومي لأنه نادى بحقوق ينالها أفقر شعب على وجه هذه الأرض أفقر شعب الآن موجود على هذه الأرض عنده كهرباء بل ما رد أقول غيرها بس ما يصير شعب يعاقب معاقبة إبادة جماعية على مرأة ومسبع كل المراجع في العراق من رجال دين إلى سياسيين إلى اقتصاديين إلى قضاء إلى سماء إلى أرض ليش إصرار الطبقة السياسية على مفهوم الإبادة الجماعية لهذا الشعب هس قد يأتي أو ينبري لك أحدهم يقول هذا التعبير قاسي أنا بس أردفتهم شنو مفهوم الإبادة الجماعية موت بالجملة هس لو ميتوا مرتاح أحصل له بس هذا مثل إنك طولة بقطنة اليوم باتري يموت شوكت تنحل قضية الكهرباء ومن يمتلك الأسرار الحقيقية في قضية الكهرباء من سرق فلوس الكهرباء وين راحة فلوس الكهرباء وليش الشعب ما عد كهرباء